بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثاني الابتداء لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بإذن الله في هذا اليوم سنستكمل تلاوة صورة المرسلات من الآية التاسعة والعشرين وحتى الآية الأربعين بإذن الله وكما عودناكم إخواني وأخواتي وقبل أن نبدأ في تلاوة الآيات المطلوبة دعونا أولا نتذكر وإياكم آداب تلاوة القرآن الكريم فقد ذكرنا أن من آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان دائما على ظهارة أثناء مسه للمصحف ثانيا أن يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وأن يسمي ببسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الصورة أيضا من آداب تلاوة القرآن التوتيل وحسن القراءة وكذلك التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب هي من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم عند قراءته للقرآن أيضا دعونا إخواني وأخواتي نراجع وإياكم سويا تلاوة صورة المرسلات من الآية الأولى وحتى الآية الثامنة والعشرين سأقرأ هذه الآيات وأرجو منكم إخواني وأخواتي الانتباه معي أثناء القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَّهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٌ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتًا وَأَسْقَيْنَاكُمَّا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذن استمعنا إلى تلاوة الآيات السابقة التي أخذناها في الدروس الماضية وسننتقل الآن بإذن الله إلى درس اليوم وسيكون بإذن الله تعالى من الآية التاسعة والعشرين وحتى الآية الأربعين بإذن الله عز وجل إذن سأقرأ الآيات وكما عودتموني إخواني وأخواتي بحسن الاستماع والإنصات وكذلك التكرار بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي استمعنا إلى درس اليوم من الآية السادسة من الآية التاسعة والعشرين وحتى الآية الأربعين الآن سننتقل إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات ونستمع إليه حتى بإذن الله عز وجل نستفيد من تلاوة القارئ ونصحح الأخطاء التي ربما نقع فيها أثناء القراءة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي بشرر تلقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر تلقصر كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي بعد أن استمعنا إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات المباركات من الآية التاسعة والعشرين وحتى الآية الأربعين دعونا نعود إلى الآيات ونحاول أن نستخرج بعض الأحكام التجويدية المتعلقة بالآيات ففي قول الله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ما كنتم هنا نوع المد ماذا؟ أحسنتم نعم مد متصمد منفصل لماذا؟ لأن المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى والحكم ماذا؟ هو جواز أحسنتم جواز المد بمقدار حركتين أو أربع أو ست كذلك في قوله انطلقوا إلى ظل نفس الحكم السابق أيضا في قول الله سبحانه وتعالى انطلقوا هنا النون الساكنة أتى بعدها حرف الط والط من حروف ماذا؟ أحسنتم نعم من حروف الإخفاء من حروف الإخفاء فتقرأ انطلقوا كذلك في قوله سبحانه في قوله عز وجل ما كنتم النون الساكنة أتى بعدها حرف التاء والتاء كذلك من حروف الإخفاء أيضا في نفس الكلمة في قوله ما كنتم به هنا الميم الساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء من حروف أحسنتم الإخفاء إذن الميم الساكنة لا تكون إخفاء إلا مع حرف الباء فتقرأ ما كنتم به ما كنتم به تكذبون أيضا في قول الله سبحانه وتعالى كأنه جمالة صفر هنا تنوين أتى بعده حرف الصاد والصاد من حروف أحسنتم من حروف أيضا الإخفاء كذلك في قول الله سبحانه وتعالى ويل يومئذ تنوين أتى بعده حرف الياء والياء من حروف أحسنتم نعم من حروف الإدغام من حروف الإدغام بغنة كذلك في قوله سبحانه جمعناكم والأولين من مساكنة أتى بعدها حرف الواو والواو من حروف أحسنتم الإظهار من حروف الإظهار إذن هذه بعض الأحكام التجويدية المتعلقة بالآيات الآن دعونا ننتقل إلى معاني الكلمات ونختم بها هذا الدرس في قول الله سبحانه وتعالى إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي سيروا أيها الكفار واستظلوا بدخان جهنم الذي يتفرع منه ثلاث قطع ثم وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله كأنه جمالة صفر أي كأن هذا الشرار المتطاير من جهنم كأنه مثل الإبل السود التي يميل لونها إلى الصفرة ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون أي هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يكون لهم الإذن بالاعتذار لأنه ليس لهم عذر أمام الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وبإذن الله تعالى في الدرس القادم نستكمل تلاوة بقية هذه الصورة المباركة ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم في أحسن حال وفي أحسن صحة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته